اهلا بيكو عزائي المشاهدين وفقرة جديدة من فقرات كل الجمال النهاردة هنتكلم على منتج من منتجات كل الجمال منتج فعال جدا وسحري جدا لعلاج مشكلة حب الشباب النهاردة هنتكلم اول حاجة على صابونة كالوليت صابونة كالوليت هي الحل الامثل والفعال والسحري لعلاج حب الشباب وزيادة التعارق او اللي احنا بنسميه excessive sweating اول مشكلة هنتكلم عليها هو حب الشباب الاول عايزين نعرف حب الشباب ده بتكون ازاي حب الشباب بتكون نتيجة ليه تراكم الدهون مع الخلايا الميتة اللي هي dead cells فده بيقفل المسام وبالتالي بيكوني حب الشباب الصابونة بتاعتنا هي الحل الامثل لعلاج حب الشباب عن طريق مكوناتها اول مكون هنتكلم عليه في الصابونة هو تيتري ايل او زيت شجرة الشاي زيت شجرة الشاي من اهم المكونات اللي موجودة في صابونة كالوليت زيت شجرة الشاي معروف عنه ان هو ليه anti bacterial effect او مضاد للبكتيريا لان زيت شجرة الشاي بيقتل تماما البكتيريا اللي بتسبب حب الشباب وكمان بيضمن عدم عودته مرة اخرى يعني صابونة كالوليت بتعالج حب الشباب وكمان بتضمن لنا عدم عودة حب الشباب مرة اخرى للبشرة فهي علاجي ووقائي تاني مكون من مكونات صابونة كالوليت هو السليسالك اسد اكيد احنا عارفين ان السليسالك اسد بيبقى ليه تأثير مقشر بيزيل ويقشر تماما الخلايا الميتة فبتبقى الخلايا الموجودة هي خلايا زيتة حيوية ونضارة كبيرة جدا بسبب السليسالك اسد زي ما قلنا في الاول ان حب الشباب بيتكون نتيجة لتراكم الدهون مع الخلايا الميتة السليسالك اسد بيقدر انه يقشر تماما الخلايا الميتة ويزيلها تماما فبالتالي الدهون بتطلع عادي على سطح البشرة من غير ما المسان بتتقفل وبالتالي حب الشباب مش هيتكون كمان سليسالك اسد ليه القدرة انه يضمن عدم عودة حب الشباب مرة اخرى الى البشرة يعني هو برضو زي ما قلنا انه صابونة كالوليت هي حل علاجي ووقائي يعني بتمنع تماما ظهور حب الشباب مرة اخرى تالت مكون من مكونات صابونة كالوليت هو الزينك اوكسايد الزينك اوكسايد بيشتغل عندنا بتلات طرق اول طريقة هو انه انتي اكسدنت انتي اكسدنت يعني مضاد للأكسادة يعني الزينك اوكسايد او اكسيد الزينك بيعمل على تجديد الخلايا الجلدية بيعمل على تنظيم افراز الغدة الدهنية للدهون فبالتالي بيقي تماما من حب الشباب وبرضه بيمنع عودته مرة أخرى تاني طريقة بيشتغل بيها الزينكو أكسايد أنه هو أنتي انفلاماتوري أنتي انفلاماتوري يعني مضاد للالتهاب احنا طبعا عارفين أن الزينكو أكسايد بيستخدم في الأطفال في التهاب حفظات الأطفال هو كمان موجود في صبونة كالوليت يعني هو مضاد للالتهاب لو في أي حباية عندي عملة التهاب أو احمرار بيقدر الزينكو أكسايد أنه يلطف الحباية دي بتأثيره المضاد للالتهاب وكمان زي ما قلنا بيمنع عودة حب الشباب مرة أخرى إلى البشرة تالي طريقة بيشتغل بيها الزينكو أكسايد هو أنه بيقي تماما من أشاعة الشمس الضارة يعني بيحمي البشرة تماما من أشاعة الشمس الفوق بنفسجية اللي بيبقى ليها تأثير ضار جدا على البشرة بيسمر البشرة وبيقضي عليها تماما فعشان كده عندنا الزينكو أكسايد بيقدر أنه هو يحافظ على البشرة وبيحمي البشرة تماما من أشاعة الشمس الضارة اللي احنا قلنا عليها اللي هي الألترا فيلوت أو الأشاعة الفوق بنفسجية مكون آخر موجود كمان في صابونة كالوليت هو الويت جيرم آيل أو زيت جنين الأمح طبعا زيت جنين الأمح أكيد كلنا عارفين أنه هو من أهم الزيوت اللي بتعالج مشاكل البشرة وخاصة حب الشباب وذلك الاحتواءه على كمية كبيرة جدا من البروتينات المعادن مضادات الأكسادة والفيتامينات وكمان الأحماض الدهنية الغير مشبعة اللي هي لينالك أسد أو بنسميها الأوميجا سيكس فيه كمان مكونات أخرى موجودة في صابونة كالوليت احنا فيه استخدام لصابونة كالوليت آخر قلنا عليه هو أنه بيعالج زيادة التعرق أو فرط التعرق اللي هو الاكساسف سويتينج فبنلاقي أن صابونة كالوليت فيها بعض المكونات اللي بتخليها بتعالج هذا العرض وهي اللفاندر أويل، الثايم أويل وكمان الكلاف أويل اللي هو زيت اللفاندر وزيت الزعتر وكمان زيت الأورنفل الثلاث زيوت دول بيبقى ليهم خواص مطهرة بيبقى ليهم القدرة على أن هما يقتلوا البكتيريا اللي بتسبب الرائحة الكريهة أو اللي هي بتسبب رائحة العرق فبالتالي الثلاث زيوت دول من أهم الزيوت الموجودة في الصابونة لأن لهم أنتي سابتك إفكت أو خواص مطهرة بتقضي تماما على البكتيريا اللي بتسبب هذه الرائحة الكريهة بالنسبة لصابونة كالوليت طريقة استخدامها انه هن بنغسل بيها البشرة بتترك الرغوة على البشرة لمدة دقيقتين لتلات دقايق وبعدين بنشطفها بماء فاتر بيفضل استخدام صابونة كالوليت صباحا ومساءا مرتين يوميا طبعا تأثير صابونة كالوليت انه بيدي التأثير بتاعها أنذاسبات يعني بتدينا التأثير على طول بالنسبة لحبوب الشباب طبعا في أنذاسبات بنلاحظ بنظارة البشرة حقوية البشرة ما بتظهرش أي حب شباب جديد بالنسبة لعلاج حب الشباب اللي موجود فده بيظهر في خلال أسبوعين لتلات أسابيع من استخدامنا للصابونة بنلاقي أن الحبوب هدية خالص وطبعا بنضمن حضراتكم عدم عودة الحبوب دي مرة أخرى طبعا سابونة كالوليت هي مرخصة من وزارة الصحة المصرية وزي ما قولنا هي الحل الأمثل لعلاج حب الشباب وكمان القضاء عليه تماما وضمان عدم عودته مرة أخرى وكمان علاج زيادة التعرق أو فارط التعرق اللي بنسميه الاكساسف سويتنج تاني مكون هنتكلم عليه النهاردة هو لوشن وايت ويلو لوشن وايت ويلو هو الحل السحري والأكيد والفعال لتفتيح البشرة طبعا لوشن وايت ويلو هو كمان الحل الأكيد لعلاج تصبغات الجلدية اللي موجودة في البشرة البقع السمراء اللي موجودة في البشرة سواء كانت في منطقة البكيني أو في الأندر آرمز أو في أي منطقة في الجسم بيقدر لوشن وايت ويلو إن هو يعالكها برضو لوشن وايت ويلو هو الحل الفعال والأكيد لعلاج الهالات السودة اللي بتظهر تحت العين وكمان علاج النمش لو فيه نمش في البشرة أو في الجسم علاج الكلف وكمان لوشن وايت ويلو لتأثير مرتب أو إيمولينت إفاكت لعلاج التشقوقات اللي ممكن تبقى موجودة في أي منطقة في الجسم سواء كان الكوع أو الكعبين هنتكلم دلوقتي على مكونات لوشن وايت ويلو أول مكون من مكونات لوشن وايت ويلو هو الليكرش إكستراكت الليكرش إكستراكت ده بيشتغل على الخلايا الجلدية بيشتغل على الميلانين اللي موجود في الخلايا الجلدية فبيقل الإفراز الميلانين وبالتالي المنطقة بتظهر فتحة طبعا إحنا عارفين كلنا إن الميلانين كل ما بيزيد الإفراز بتاعه وكل ما بتظهر المنطقة غمق فلاقينا إن الليكرش إكستراكت أثبتت الأبحاث إن الليكوريش إكستراكت بيشتغل على الميلانين بيقل الإفراز الميلانين فبالتالي المنطقة بتظهر فتحة وكمان الليكوريش إكستراكت ليه ميزة مهمة جدا إنه بيعمل على توحيد لون البشرة يعني تظهر كلها بلون واحد من غير أي تصبغات جلدية من غير أي بقع غمقة تاني مكونات اللوشن وايت والله هي الكوجيك أسد الكوجيك أسد دي مادة طبيعية 100% مستخلصة من نبات الفطر أو المشروم الكوجيك أسد كمان بيشتغل على الميلانين اللي موجود فيه الخلايا الجلدية بيقل الإفراز الميلانين فبالتالي المنطقة بتظهر فتحة من غير أي تصبغات جلدية من غير أي بقع دكنة وكمان الكوجيك أسد بيعمل على توحيد لون البشرة يعني البشرة كلها بتطلع بلون واحد زي ما قلنا من غير أي بقع من غير أي تصبغات جلدية في مكونات أخرى موجودة في اللوشن وايت والله هي التيتانيوم دايوكسايد إحنا عارفين أن التيتانيوم دايوكسايد هو عبارة عنه بيحمي الجلد تماما من الأشعة الشمس الضرة اللي هي الألترا فيول تريز اللي هي الأشعة الفوق منفسجية التيتانيوم دايوكسايد ده بيبقى من ضمن الإنجريدينس الموجودة في أي سان بلاك فاحنا عندنا كمان لوشن وايت والله بيعتبر زي سام بلاك ممكن نحطه قبل ما ننزل الصبح لأنه زي ما قلنا بيحتوي على تيتانيوم دايوكسايد اللي بتحمي البشرة من الأشعة الفوق منفسجية اللي بيبقى لها تأثير ضار جدا على البشرة بتهدم خلايا الجلد وبتهدم خلايا البشرة فبنلاقي أن لوشن وايت والله بيقدر أنه يحمي البشرة من الأشعة الفوق منفسجية اللي ممكن تدور البشرة جدا بالنسبة لي مكونات أخرى موجودة في لوشن وايت والله وهي مكونات مهمة جدا وهي دي اللي بتدي التأثير المرتب اللي احنا كنا بنتكلم عليه اللي هو بيعالج تشقوقات القدمين أو الكعبين أو تشقوقات الكوع فبنلاقي أنه لوشن وايت والله فيه البرافين أيل والساليكون أيل والويت جيرم أيل وكمان فيتامين سي وفيتامين أتش وفيتامين إي كل المكونات دي بيبقى ليها إيمولينت إفكت أو تأثير مرتب بيقدر أنه يعالج التشقوقات اللي ممكن تظهر في الكعبين أو في الكوع أو في أي منطقة بنسميها السكين كراكس ففعلا لوشن وايت والله بيدي نتيجة هيلة جدا في علاج التشقوقات طبعا ما ننساش برضو أنه لوشن وايت والله بيبقى فيه فيتامين إي وفيتامين سي وطبعا دي الفيتامينز مهمة جدا للبشرة بتعالج مشاكل كتيرة جدا للبشرة بتعمل على توحيد لون البشرة يعني فيتامين إي وفيتامين سي بيقدر أنه يوحد لون البشرة بتظهر كلها بلون واحد من غير أي بقع من غير أي تصبغات جلدية وكمان فيتامين سي بيدي نضارة للبشرة حيوية للبشرة ودايما بيظهر البشرة بشكل أكثر طفولي أو بشكل شبابي أكتر طبعا نظرا لوجود قولنا فيتامين إي وفيتامين سي بالنسبة للوشن وايت والله زي ما عودناكم دايما كل منتجاتنا حاصلة على تصريح من وزارة الصحة المصرية وبكده نوصل لنهاية فقرة كل الجمال أتمنى أن نكون أفدناكم في انتظار أي أسئلتكم أو ملاحظاتكم على منتجاتنا طبعا زي ما أنتم عارفين المنتجات كلها بتطلب من الأرقام اللي بتظهر على الشاشة ما بنزلش في أي ماركت تاني وذلك منعا للغش والتجوير التجاري وكمان التسهيل لراحة العملاء بنوصل لكم كل المنتجات لحد البيت في أي محافظة بس بتتصلوا على الأرقام اللي ظهروا قدامكم دلوقتي على الشاشة وأتمنى أن أكون أفدتكم وفي انتظار أسئلتكم وملاحظاتكم على أي حاجة تحبوه موسيقى موسيقى يا مساء الخيرات على العيون مشاهدين اتغير مع يومنا في كل مكان عندنا النهاردة أكتر من فقرة فقرتنا دي هنتكلم فيها مع شريحة مهمة جدا في المجتمع وفي العالم كله ومش في مصر بس هنتكلم عن جراحات السمنة المفرطة وإزاي بقت حل سحري لإنقاص الوزن وإنقاص الحياة وعلاج كمان مرض السكر نحن النهاردة معنا ضيف عزيز وهو أحد المتميزين جدا ودائما في هذا المجال ضفنا العزيزي اللي معنا النهاردة دكتور كريم صبري استشاري جراحات السمنة والمناظير بطبعين شمس ومدرس جراحات السمنة والسكر بطبعين شمس وزميل كلية الجراحين الأمريكية وزميل الكليا الملكية لجراحين لندن وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر يا أهلا يا دكتور كريم أهلا مساء هضرتك أهلا مساء يا دكتور كريم. الجراحات السمنة المفرطة دي بتنقذ الحياة قبل ما تنقذ الوزن أو تعالج سكر أو أو أو. بتعمل حاجات كتير. بتغير الشخص كليا. صح ولا غلط؟ أكيد. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالياتي حضرتك والسيدة المشاهدين. الحياة طبعا أن جراحات السمنة والسكر هي بين الجراحات الناجزة في إنقاص الوزن طويلة الأمد دون الرجوع للوزن مرة أخرى. في فرق كبير ما بين جراحات السمنة التي تجرب بالمنظر خلال فتحات صغيرة. إقامة يعني أقل من يوم في المستشفى. وما بين الأنظمة الغذائية الأنظمة الغذائية المختلفة في الأوزان العالية. اللي هي قدر يعمل يعمل دايت. يعمل دايت. إحنا طبعا لازم نجرب دايت قبل العملية. اللي فشل بقى إحنا بنعالج الناس اللي هي ما قدرتش إن هي تنزل وزنها عن طريق الدايت العادي. إحنا بننزل وزنه في وقت محدود ووقت ببعارف إنه هينزل في الوقت الفلاني. وزن معين. الضايت إحنا بننزل وزن دهون وعضلات. نرجع نزيد دهون تاني. والجسم تقريبا بيبوز يعني. وطبعا رجوع الوزن ده معروف طبعا بعد أنظمة الضايت. بتاخد نظام غذائي الفترة معينة. تنزل وزنك إن شاء الله تكمل عليه. بس غالبا اللي بيحصل إن إحنا بنرجع الوزنين و بناءه بنرجع أعنف. أعنف والجسم شكله بتغير لأنه ما يفقد من العضلات صعب بناءه بيرجع بقى يزيد تاني دهون لأنه الجسم بيعايز يعود فيه لكن العمليات طبعا بتنزل في اتجاه واحد دون الرجوع مرة أخرى للسمنة المفرطة اللي احنا بنقدمه طبعا زي عمليات التكميم والتحويل وإحنا بنفصل العملية للمريد للسن المناسب أنا بس عاوزك تقول بسريعا إيه وإيه الفرق بين التكميم والتحويل عشان هما دلوقتي طب أنا أعمل إيه هيقعدوا بقى يفكروا طبعا يعني إيه تكميم يعني إيه تحويل طب أفرق بينهم إزاي سريعا نقول الفرق الأمور ببساطة أنت بس يعني إحنا لازم نقعد مع حدك كمريد يعني نقعد معيك ناخد تاريخ مرضي وتاريخ تغذية يعني مش تكميم ما بنفشل كل الناس التكميم هي إلا تصغير معده بنقص جزء من المعدة ونبقي جزء صغير بنشبع بسرعة بعد ما بنتخلص من الجزء اللي بيفرز هرمون الجوع بنشبع بسرعة ما بنجوعش على الفترات كبيرة وبالتالي الوزن بينزل بصورة ستة ده التكميم التحويل زي التكميم بالظبط بس بيزيد عليه جزء سوق امتصاص للناس اللي هم أكل السكريات بشراها يعني واحد مدمن سكريات وشوكولتات وأيس كريم وكل يوم بيأكل حاجات ده بصورة يعني إدمانية ده طبعا مش هيخص كويس مع التكميم بنعمله تحويل مصار هي عبارة عن جزء تكميم مع تحويل مصار ده بينفع بقى في الناس دول والناس اللي هم مرض السكر اللي هم مصابين بالسكر بيتوقف علاجات خالص ويتم القضاء على السكر نهائيا بعد تحويل مصار المعدة المصار أو التقليدي الحقيقة أثبتت نجاحها بشكل كبير في القضاء على مرض السكر خلينا نروح لتقرير نشوفه مع السادة المشاهدين ونرجع نكامل الكلام اسم أحمد رحيم اسم محمد محمد السعيد الزغبي من محافظة بورسعيد كنت معنا من مشكلة السمنة لحد ما وزن وصل 330 كيلو ومن فضل الله ربنا كريم للدكتور كريم صبري وعمل لعملية تكميم المعدة بقى لنهاردة سنة واربع شهور وخسات 200 كيلو مش هقول لكم كمية المتين كيلو فرقوا مع البنقادم إزاي من صحة وشكل وحركة ونشاط كفاية الحالي كان عند السكر راح الضغط ضربات في القلب الرئة كل ده راح بفضل المتين كيلو الواحد نزلهم واستنون بأمر الله أنا جاي النهاردة عشان أعمل عملية شد الجلد والتراهولات لأن طبعا لما نزلت 200 كيلو حصل تراهولات وجلد في جسمي فأنا جاي النهاردة إن شاء الله عشان أعمل عملية شد الجلد واستنون بأمر الله بعد العملية جيدة بشكل جديد ترجمة نانسي قنقر زي ما شفنا أستاذ محمد الزغبي كان وزنه 330 كيلو ما شاء الله يعني نمسك الخشب خس 200 كيلو في 6 شهور ولسه بيخس وبينزل كمان يا دكتور كريم في خلال سنة في خلال سنة حتى لو سنة يعني كل 6 شهور بيخس 100 كيلو كمية كبيرة طبعا يعني ألف بقى من الناس زي أستاذ محمد كده وبيشوفونا دلوقتي أعتقد أنه ده يكون حافز لهم بشكل كبير كده أنهم يعني يقدموا على الخطوة دي خلينا نتكلم أنا عاوز أتكلم عن شريحة مهمة مش عاوزين ننسها وهي كبار السن لأن فيه كتير قوي من كبار السن عندهم سمنة مفرطة يا دكتور كلمني عن عمليات السمنة المفرطة في حالات كبار السن طبعا كبار السن إحنا مش لازم نقف عليهم بقى بشنة أدوية ونقول لهم أنت مش تعملوا عملية فوق سن الستين عادي يعمل عملية عادي ما فيش مشكلة أنا بس إذا كنت مصاب بالسمنة المفرطة في سن كبير إحنا لازم نعمل لك العملية عشان تقدر تمارس حياتك الطبيعية والاجتماعية تقدر تأخذ من نفسك تشرب تأكل يعني يمارس حياته لأنه طبعا كتير جدا متلاقي فوق سن الستين سنة الركب مش هلاه دهروا بوجاعه عنده سكر عنده ضغط بي على الكولسترول عنده مشاكل فيه يعني دعمات مركب دعمات في القلب أتلاقي فيه شونة أدوية بيتحرك بيها نعايزين نوقف ننازل وزن ونوقف كل أنواع الأدوية اللي بيستخدمها ويرجع لحياته الطبيعية يعني يبقى فيه خطورة على السن الكبير لا طبعا إحنا بمن خرش عيان عمليات اللي لازم نطمن عليه مظبوط قبل العملية بنعمله رسم قلبي بنعمل موجات صوتية على القلب بنطمر على التنفس بتاعه بنعمل وظيف كلا وظيف كد بنعمل كل التحليل الوجبة ما قبل العملية أن احنا نقيمه بالفحص الأول وكمان بنتأكد بالفحصات اللي هي بالفحص اللي هو الكلينيكي يعني بنكشف عملي مظبوط وناخد تاريخ مرضي وبعد كده بنعمل الفحصات اللازمة إذا كان صحية كويسة تقدر تعمل عملية اعمل عملية وتخلص من كل المشاكل اللي عندك هتوقف العلاجات خلص يعني العملية دي مع مرض والسكر مفيش خلاص بيختفي تمام مع الضغط مفيش مع الكولسترول مفيش مع دهون الكابد مفيش الوزن اللي ما بينزل اللي الركب تقدر تشنها نوقف أدوية المفاصل يعني هي حل السحر بصراحة صحيح لذا كنا عايزين نعملها يعني طبعا بنطمر عليك مظبوط بتستفيد استفادة على المستوى الاجتماعي والمستوى المرضي كل حاجة بتحسن جدا جدا يعني طب المرضى اللي بيقولنا من بره بقى دكتور زي مثلا مرضى الخليج هل بيبقى ليهم خطة معينة بيبقى ليهم تسهيلات في الأمور معينة ودي شديحة كبيرة جدا طبعا احنا بريد بقى مرتبين معاه قبل ما يوصلنا بنرتب له تراك بيبقى فيه ستافس يعملها فيه ناس بتختار ان احنا نرتب لها من أول ما يطلع من مكانه لحد ما يوصل المكانه تاني مرة تانية يعني طيران حاجز مستشفى أشعاعات تنقلات فندق كل الحاجات دي المركز برتبها عشان يمشي في تراك لانه احيانا فيه ناس ما بيبقاش عندها خبرة يعني كافية في القائرة يعني احنا بنرتب تراك من أول ما بيكلمنا لحد ما يوصل تاني بالسلامة عن طريقنا عن طريق المركز فيه ناس تانية بتبقى عارفة لها أماكن يعني هو حاجز فندق بيجي عمل عملية بتاعته بنرجعه مصبوط تاني المكانه احنا بنسهل لهم ده وبناخد منهم تاريخ مرة دي قبل ما ييجي بحسن لو فيه موانع قبل ما يوصل مصر يعني بنقوله والله يصلحها قبل ما تيجي عشان ما نأجلوش فترة كبيرة واحنا عارفين ببقى فترة الأجازة فترة قصيرة احنا بنبقى حتاجينه يوم في المستشفى ولا عايز يقعد بقى معنا في المستشفى يومين زيادة او في الفندق بنبقى حجزله يعني كل الموضوع بيبقى يعني خلال يومين تلاتة بيرجع بسلامة مع اشعاته معاكل التفاصيل بتاعته بتاعت العملية بأمان وعمل عملية كويسة يعني انتم بتبقوا موفرين كل التسهيلات وبتبقوا مرتبين معا من قبل ما ييجي ومعرفين ودنيوته هتمشي ازاي بحسنه يعمل العملية ويبقى فاهم كل حد طبعا طبعا لانه احنا طبعا عندنا بيزات كتيرة في مصر ان مصر اي حد بينزل فيها ما بحسش ان هو غريب فيها صحيح احنا اللي بنسهله وكمان ان احنا بنوفر كل التنقلات حتى اثناء الجيرني الحاجة التانية ان احنا اسعار مصر بالنسبة للعالم كله هي من ارخص الاسعار لاجراء الجراحات في مختلف المجالات على الفكرة يمكن احنا في مصر احنا اعلى كفاءة في العالم في اجراء الجراحات اقل تكلفة لكل المرضى في العالم بالنسبة للجراحات السمنة بالنسبة للجراحات السكر بالنسبة للجراحات الاخرى برضو في المجالات الاخرى يعني مصر فعلا رخيصة يعني ما بتكلفش العين كتير أنا بشكرك دكتور كريم صبري على وجودك معي ضيفي العزيز دكتور كريم صبري هنروح لفاصل لسه عندنا فقرة تنانية بعد الفاصل استنونا أستاذة سميرة كانت بتعاني من أثار التقدم في السن وإعلان للمركز الطبي على التلفزيون هو اللي غير حياتها للأفضل أنا بقالي فترة بعاني من تجايف الوجه وهلات صودة تحت العين رحت لدكتور كتير مفيش نتيجة وآخرين وانا قدامي التلفزيون شفت إعلان المركز الطبي جيت على طول هنا ويا رب يكون في نتيجة كويسة أنا بقالي أسبوع عام لأول جلسة وشايف نتيجة موافقة حتى كل اللي شافوني من أصحابي وجيراني قالوا إن المركز الطبي ده هيل ونتيجته حلوة وإن شاء الله أكمل بقيت الجلسات أنا دلوقتي خلصت كل الجلسات بتحتي ولقيت نتيجة موافقة وهيلة جداً وأنا بنصح كل الناس اللي عندهم الحالات اللي كانت عندي يجوا لمركز الطبي وحيشوفوا نتيجة هيلة جداً وموافقة بإذن الله قصص نجاح المركز الطبي كتيرة بس أكيد اللي جاي أكتر وأفضل تابعونا وحالات نجاح جديدة اختارت التاريخ والعلم والخدمة الطبية المتميزة اختارت المركز الطبي يلا بينا نرجع شباب يمكن من أكتر الحاجات اللي ممكن تدايق أي رجل أو أي سيدة إن حد يبص فشه أو وشها يقول لها أو يقول له إيه ده أنت شكلك كبر قوي مالك متغير فيه إيه وخاصة بقى لو كانت بنت أو سيدة بتبقى دي الشرارة اللي بتخليها كل خمس دقايق تروح تبص في المراية وما بتبقاش مبسوطة عن نفسها خالص وبيصيبها هاجس فظيع وإن هي ما بقتش حلوة مش شكلها ما بقاش كويس إن هي مش واثقة في نفسها وخاصة لو كده الموضوع بقى شوية تجايد طلعت أو شوية مش كرمشة مش عارفة إيه أصلي الحاجات دي ممكن تصيبنا كلنا لو شوية إرهاق ممكن يعملوا كده لو شوية حالة نفسية مش كويسة ممكن يعملوا كده قاوي ويخلوا السن شكله أكبر طبعا لو خاصتي بشكل كبير أو خاصتي بشكل كبير ممكن تطلع لك تجايد وتطلع لك ترهولات وشكل وشك يتغير فده وارد إنه يحصل للناس كلها بس بتبقى صعبة جدا على النفسية لما الناس بقى تبدأ تلاحظ ده دلوقتي مجال التجميل تطور بشكل كبير جدا بقى فيه تقنيات حديثة بشكل كبير جدا تقدر إن هي في دقايق قليلة قوي تخفي العيوب دي كلها تحسن من الكواليتي ومن شكل الجلد بشكل كبير هنتكلم عنها النهاردة كلها ونعرف بتتعامل إزاي والسن المناسب لها مع ضفنا العزيز اللي منورنا النهاردة دكتور هشام شعبان استشاري تجميل الوجه والأنف بالمركز الطبي إزايك دكتور هشام الحمد لله عامل إيه؟ الحمد لله يعني أصعب حاجة إنه مثلا حد ما يبقاش شاف حد بقاله كتير ويبص في وشه كده يقول له فيه إيه؟ انت متغير كده ليه؟ انت زعلان؟ انت شكلك كبير؟ هو طبعا مش من اللطيف إن احنا نقول لحد كده بس يعني بتحصل لو قريبين من بعد قوي أو العلاقات قوية ممكن ده يحصل فطبعا بنصب الإحباط لما بنسمع كده خاصة من الستات صحيح خاصة السيدة ورجال والله دلوقتي كمان بقوا بيهتموا يا دكتور هشام شعبان أنا حابة أن أتكلم في البداية عن تجعيد الوجهة أو الخطوط اللي بتظهر أو الكرمشة اللي بتحصل ده ممكن يحصل ليه؟ وهل لي علاج سريع وفعال ولا لا؟ طيب بصي هو لازم نتفق إن علاج أي مشكلة لو كل ما بدرنا في علاج المشكلة المشكلة دي بتختفي وما بتظهرش أو بتتأخر في الظهور لمدة طويلة فإحنا كل ما عالجنا المشكلة بدري كل ما المشكلة بتنتهي على طول موضوع السن الطبيعي إن الكرمشة دي بتظهر فيه في السن الكبير للأسف هي دلوقتي ما عادش بتظهر في السن الكبير بد بتظهر فيه ناس في شباب وعمار 18 سنة والحاجات دي طيب إيه الأسباب بتاعت التجعيد والحاجات دي أسباب كتير قوي منها عوامل خارجية اللي هي البيئة اللي إحنا عايشين فيها العادات الغذائية الرجيم الحاجات دي التفكير الحالة النفسية والتفكير والحاجات دي بتخلي الموضوع التجعيد والحاجات دي بقى يظهر في سن فعلا صغير جدا دلوقتي يعني الموضوع ما عادش مرتبط بسن كبير ده العيال في السنوية العامة شكلهم بيعجز خمسين سنة في وقت المذكرة والسترس طبعا طبعا هو دلوقتي المجتمع والسرعة والحياة اللي إحنا عايشينها دلوقتي بتخلي كل الناس تفكر معادش الموضوع مرتبط بالناس كبيرة بس ولا ناس صغيرة لا الطالب دلوقتي في السنوية العامة أو يمكن أصغر من كده يعني بيشيروا الهم بيفكر نظام بتاعها الجديد مش عارف إيه طبعا هدخل إيه طبعا هعمل إيه في مستقبلي في الحاجات دي كل الحاجات دي بدأت فعلا تخلي الموضوع التجعيد والتغيرات شكل البشرة والحاجات دي بيظهر في سن صغير جدا فكل ما عالجنا المشكلة بادري كل ما المشكلة بتتأخر خالص في الظهور وبتختفي طيب السن اللي نبدأ منه يعني في ناس عندها مثلا فاكرة انه الحاجات دي بتاعت الكبار في السن مش إنه لو طلعت لمشكلة أنا ألحق أعالجها عشان ما تتفقمش لمشكلة واتطر أعمل تقنية أكبر أو أصعب أو تاخد وقت أطول السن المناسب إمتى؟ وهل في سن مناسب ولا أنا عندي مشكلة يبقى أنا أعمل لا هروم ما فيش سن مناسب ولا حاجة أهنا عندي مشكلة بحلة يعني الفكرة بقى مش إن أنا لا أستنى للسن معين أصلاحنا مش بنتكلم في حاجة فيها نمو وخلاص انت بدأ المشكلة ظهرت لا بتبتيد عليها وبعين فيه عندهم فيه ناس عندها تفكير غلط إن هو بدأ يعالجها لازم هيستمر عليها فوريفر في حياته كلها لا طبعا أنت بتعالجها بعد كده المشكلة دي أصلا بتصغر مش بتكبر يعني أنا لو حقنت بوتوكس أو فيلر من الآخر يعني خلينا نوضحها لهم لسادي المشاهدين الناس بتقولك إيه إن لو حقنت بوتوكس أو فيلر هفضل بقى طول عمر يحقن بوتوكس أو فيلر وأنا مش عاوز أتعاود على الموضوع لا الموضوع مهوش تعاود خالص الموضوع أن أنت كلما بتبتدي تعالج المشكلة بدري المشكلة دي بتختفي أساسا يعني وممكن ما تحتاجش أن أنت تعمل أي حاجة بعد كده يعني إحنا عالجنا المشكلة بدري خلاص إنت المشكلة راحت بتتأخر جدا في الظهور مرة تانية مش أننا خلاص بقيت عادة ولازم عاملها هنا مثلا بحقن بوتوكس كل مثلا ست شهور والكلام ده لا ممكن أحقن وبعد كده الموضوع بيطول خالص عشان أحقن المرة التانية نفس القصة في الفيلر الفيلر مجرد أنا بتتحن بدري خلاص الموضوع بيختفي ومعادش بيظهر تاني أو بيتأخر جدا في الظهور لكن أنا لو معالكتش المشكلة لا المشكلة بتتفاقها متجبر وبعلاجها أن أنا أحتاج حاجات تانية أصلا وتقنيات تانية كمان أكبر من الحاجة البسيطة اللي إحنا كنا ممكن نعملها في الأول يعني هو البوتوكس والفيلر أقدر أقول إنه هو أدالي العلاج ولا أدالي التجميل فقط لا هو علاجي على فكرة إحنا ممكن البوتوكس ده لقوا استخدامات كتيرة جدا من شرط الخطوط والتجعيد والحاجات دي لا إحنا مستخدم البوتوكس كحال علاجي في حاجات كتيرة جدا منها الزيادة التعرق في الإيدين والأندر آرمس والحاجات دي الحال اللي أمثل لها حقن البوتوكس الناس اللي عندها صدع مزمن بيستمر معهم فترات طويلة بحقن بوتوكس بيديهم نتاج كويسة جدا وبيتحسن المشكلة عندهم فمش شرط إن هو تجميل لأ هو علاجي في الأول طيب إحنا يمكن معنا صور هنعرضها مع السادة المشاهدين دلوقتي دي للبوتوكس أفتكر آه دي دي الخطوط الجابعة دي طبعا دي مشهورة جدا ومعظم الناس بيبوا عندها الخطوط دي من التفكير والاكتئاب والحاجات دي فبتظهر ما عندهم الخطوط دي كتير قوي ودي برضو نوع من الخطوط التانية اللي بتيجي حوالي العين اللي هي اسمها رجل الغرب دي ما كتر الدحك ولا إيه دكتور؟ دي بتيجي مع الدحك الغريبة دي بتيجي مع الدحك يا سبحان الله حتى الواحد اللي ببيضحك ما بيسلمش برضو بيطلها لو تجعي بالضبط بس دي من الحاجات اللي بتدي نتاجك حلو قوي من حال البوتوكس بتخطيف تماما يعني وفعلا إن احنا بنقعد فترات طويلة جدا عشان نحن هنا مرة تانية يعني طيب في سور تانية معنا؟ دي اللي هي دي الأكتر حتة بقى كل الناس بتشتكي منها منطقة ال 111 دي دي بقى مع التكشيرة دي مع التكشيرة يعني واحدة مع الدحك وواحدة مع التكشيرة دي مع التكشيرة ودي بتتحقن وبتدي نتاجك كويسة جدا بس دي بقى احنا ممكن نعمل فيها بوتوكس ولو الموضوع ما استجابش للبوتوكس بممكن نحن نفقها فيلر عشان بتعرف في امتى انه استجاب أو ما استجابش هي نتيجة بتبقى وقتية؟ لا الفيلر البوتوكس احنا بنحقن والنتيجة بتظهر في خلال من 7-10 تيام لو لقنا لسه العضلة فيها حركة أو لسه نتيجة مش مرضية بعمل ريتوتشينج لها وبحقن مرة تانية طيب لو الـ 111 دي كانت عميقة لدرجة ان احنا البوتوكس مش مؤثر معاها الحل اللي بعد كده ان انا بحقن فيها فيلر الفيلر بيديها تحسن سريع ووقتي طيب دي من الحاجات برضو اللي البوتوكس بيعالجها اه دي اللي احنا كنا بنتكلم عليها اللي هي زيادة التعرق ودي طبعا في الصيف دلوقتي ده المشكلة الكبيرة دلوقتي في الصيف الحر مع الناس اللي اصلا عندهم قابلية التعرق الشديدة دي بيبنى الموضوع عندهم يعني بيديهم لدرجة ان هم فعلا بيأثر على حياتهم طيب ده اهو ده ده تكنيك بتاع الحقن بتاعها ان احنا بنحدد نقط معينة في الـ underarm وببتدي حقنها والحقن بتاع البوتوكس في الـ underarm ده فعلا بيستمر معاك من 12 لـ 15 شهر يعني تقريبا سنة يعني أو سنة وشوية كمان ده الموضوع ده بيختفي معاك تمام طيب اللي بعدها يا جماعة ده ده حقن البوتوكس في منطقة فيه الناس اللي هم عندهم الخطين اللي ظهرين اللي احنا بنقول عليها رقبة الفرخة دي بس دي بتكبر في سنة قوي يا دكتور بيبقى الشكل كبير طبعا ودي بتيجي مع الناس برضو اللي فقدوا وزن بسرعة بسرعة وفيه طراهل في الجلد فبتظهر عندهم الحل اللي احنا بنعمله ان احنا بنحقنها بوتوكس وبيدي فهي نتاك حلو قوي اذا البوتوكس من الحاجات اللي لها استخدامات كتير جدا ويعني نتايجها بتبقى كويسة ونتايج بتبان بتاعتها بعد ايه سبوع من سبع لعشر تيام من سبع لعشر ايام فيه فيه الجامي سمايل الناس اللي عندها مشكلة اللسة اه لما بيجي يضحك تلاقي اللسة عنده بتظهر ودي مشكلة بتيجي بتأثر على ناس كتير او بتدايقوا من درجة ان هو ما يرداش يضحك عشان اللسة عنده متظهرش او يحط ايدو ايه او يحط ايدو على بوتوكس بيدي فهي نتاك حلوة جدا وما فيش فيه اي مشاكل خالص يعني خلينا اتكلم بقى عن الفيلر شوية استخدامات الفيلر وازاي فكرة الناس اتغيرت عن الفيلر زمان كانت فاكرة انه الفيلر بقى شفايف كده وخدود كده ومش عارفة ايه يعني الوش هيبقى معالمه متغيرة بصي الفيلر تطور من الفترة اللي فاتت ديت لدلوقتي حاجة تطور كبير جدا الاول كان فيه فيلر دايم وبيعمل مشاكل وكده لا الفيلر دلوقتي بقى اكتر امان بمراحل من ايام زمان بقى بتستخدميه في ربع ساعة بالضبط بتخلص الجلسة بيدي نتاك كويسة جدا ما عادش فيه اي مشاكل الكلام اللي كان بيطلع على موضوع الفيلر ايام زمان ان هو بقى ممكن يعمل سرطنات والحاجات دي انتهى تماما لان المواد اللي بقى بتعامل منها مواد طبيعية 100% ما بتتفعلش مع الجسم بقى بالعكس ان هي بتحسن شكل الجلد كمان لان الفيلر مش مجرد انه انا باملى بيه مكان لا الفيلر بيدي نضارة وبيخلي الجلد شكله كويس جدا فيه فيلر احنا بنستخدمه ان احنا نعمل نضارة بس يعني انا مش عاوز اعمل يعني هو فيه فيلر مش بيملى اه فيه فيلر ما بيملىش بيعمل نضارة بس بنعمله في الوش وبيدي نضارة كويسة جدا وبدون اي عارض جانبية خلص الفيلر بقى له استخدامات كتير جدا مش مجرد ان انا باملى بيه مكان مثلا فيه ديفو او كده انا وانت ممكن ارفع الحاجب بالفيلر ممكن بحقن منطقة التيمب المنطقة دي اللي فيه ناس بيبع عندهم اللي بيخصوا وكده فالوش اكتر حاجة بتظهر فيها الخصصين فبيظهر عندهم المناطق دي فارغة انا بحقنها فيلر وبتدي ناتاك كويسة جدا وبتعود مدة طويلة جدا خلينا نشوف صور كمان لحقن الفيلر وانحنا بنتكلم كده دكتور ريشام اهي ده ايه ده النزوليبي الفولد وده من الاكتر حاجة بتظهر في روش الانسان تبص الواحد لايه فيه خط جدا جم ماشي جن ببقه ده بيتحقن فيلر وبيدي نتاك في ساعتها يعني مش بيحتاج بها ان انا استنى ولا لا بدي نتاك في ساعتها اونسبوت وبيتحقن ببنجي موضعي ومش مؤلم ومفيش في اي مشكلة خالص وبيدي نتاك حلو قوي شوفي ده ده بيفور وافتر ده الماريونت لاين ده بتتحقن بوتوكس وبتتحقن فيلر كمان لما الخط يكون عميق شوية فبحقنا فيلر معي اوكي ده اللي ايه محترين اللي هي المنطقة اللي تحت العين اللي بيبقى فيها الغيرة جوة شوية ديت بتدي نتاك حلو قوي مع الفيلر وبيستمر مع موضة طويلة جدا لانه هو المنطقة دي ما فيهاش حركة فالفيلر بيدي فيها نتاك حلو قوي اللي على الشمال ديت بيفور والعلمين الأفضل الشفايف الشفايف ديت الفيلر بيدي نتاك هيلة فيها بيعمل كنتورينج وبيعمل فوليوم وبيدي نضارة للشفة نفسها فيه ناس بيبقى الشفة دي عندهم عبارة عن خط كده مش ظاهر الحل الأمثل ليها الفيلر ما لهوش حل تاني غير الفيلر بيدي بنعمل كنتور للشفة بنحدد شكل الشفايف بندي فوليوم بنديها نضارة والتبقى ظاهرة وشكلها كويس وما فيش فينا أي عارات جانبية خالص طيب الفيلر بقى ممكن يستخدم مع حاجات تانية يعني ممكن تدمج الفيلر مثلا مع بلازمة مع بوتوكس طبعا ما فيش أي مشكلة خالص لا ما فيش أي مشكلة خالص الفيلر مادة بتملى وبتدي نضارة وبالعكس احنا كمان ممكن نستخدم الفيلر مع الهايفو يعني احنا ممكن نعمل جلسة هايفو بنشد الوش ونخليه فيه نضارة ونحقن فيلر كمان لو لسه فيه فيه دفوعات ظاهرة أو فيه أماكن محتاجة نحن نملاها شوية بنعملها بالفيلر احنا ممكن نرسم الخط بتاع الجولاين ده بالفيلر بالفيلر ولا بالبوتوكس بالفيلر بنعمله بالفيلر وممكن بتعمل بالبوتوكس في درجات معينة لكن لما يبقى درجات كبيرة لازم يتحقن فيلر بنحقن فيلر في المنطقة دي فبنشد على الخط نفسه بتاع الجولاين الناس اللي عندهم الكولكعتين اللي هو الجولز في المنطقة دي ده الفيلر الحل كويس لهم جدا فبدي بدي يشد بدي شكل للجولاين اللي هو خط الفك ده وبيرسمه يعني هو الفيلر بينحط كمان بينحط اه طيب ده استخدام كمان غير الاستخدامات التانية اه بصدرطة يعني احنا مش بالتكلم هو مادة ملقة بس لا احنا بنشد بيه الوجه وبنشد بيه الجلد عن طريق بنحقن بطريقة معينة فبيدي نتيج حلو قوي طيب البلازمة ويمكن البلازمة دلوقتي يعني تلت تربع الناس بتعملها لانه نتيجها لطيفة جدا وبيط يعني حاجة منا قوي وأن الناس حتى اللي مش عايزة تحقن او عايزة تعمل ممكن تعمل بلازمة بتعملها مع الفيلر مش كده نعملها مع الفيلر لأ احنا كمان ممكن نعمل حاجة تانية احنا ممكن نحقن بلازمة اللي فيها عينين اول مرة يحقنه فبيبقوا خايفين من كلمة فيلر فأنا ممكن أحقين له بلازمة في الأول أوريه له شكله هيبقى إيه بالحقم وبعد كده نحقين له فيلر لأن البلازمة الجسم بمتصها ما بتواجدش فترة طويلة بس لما بعمل تيست كده يعني أه بوريه له الشكل بتاعها هيبقى شكله عامل إزاي بيبقى مبسوط جدا بالنتيجة اللي هو شايفها احنا بنحقينه بقى فيلر بعدها عشان تبقى نديه النتيجة النهائية لكن البلازمة لها استخدامات كتيرة جدا غير موضوع كمان اللي احنا بنقول للنتيست ده نعمل بيها نظارة وبنعمل بيها بنحقينها في الوش وبنحقينها في الشعر فبتدي نتائج حلوة قوي طيب خلينا نشوف صور البلازمة وازاي بتتعملوا ايه فكرتها يا دكتور هشام علشان برضو يعني معظم الناس عملتها بس فيه ناس لسه ما تعرفش دي شكل الأنبول اللي احنا بنفصل فيه البلازمة البلازمة هي الدم نفسه بتاعنا بناخده بنحطه في أنبوبة بنفصل المكونات بتاعته طب انا هستفادي طب ما هو موجود عندي الدم ده لا انا بزود الصفايح الدموية لدرجة كبيرة جدا بتوصل لعشر وخمستاشر مرة الصفايح الدموية دي فيها حاجة اسمها جروس فاكتورز اللي هي عوامل نمو اللي هي الناس بتقول عليها اللي هي الخلاجة زائية هي مش خلاجة زائية هي عوامل نمو بتحسن من نمو المنطقة اللي انا بحقينها فيها فبالتالي ان هي بتصرع بتعمل ريشوف نيشن بتعمل ندارة للبشرة لما بنحنها في الشعر بتصرع نمو الشعر فهي دي الفكرة بتاعت البلازمة هو حاجة انا باخدها منك وبعمل لها تعديل وبحنهالك مرة تانية في صورة تديكي فايدة كبيرة جدا وما فيش منها اي اعراض جنابية لان هو الدم بتاعك الدم باخده منك وبرجعه لك تاني وبعدين دي بتتحقن في الشعر كمان بتتحقن في الشعر بتصرع نمو الشعر وبتقلل تساقط الشعر وبنامل بها كرصات كاملة بالحقن الفكرة بقى في البلازمة اللي بتختلف بقى من مكان لمكان ودي تلازم يعني اتكلم عنها فيه ناس انا وازي اقولك حاجة انا فعلا ساعات فيه ناس تقولي ايه يعني تشوفها تلاقيه الشام نور من غير ما تقول هي باين عليها ان هي حقنة مثلا بلازمة او الشام نور ومحلو وفيه ناس تانية تقولي وشي مش باين ده انا عاملة بلازمة اه ايه بقى اللي يخليه فيه ناس تبانى عليها قوي كده ويبقى شكلها حلو وناس تانية ما يبين شالي الفكرة في الطريقة التحضير نفسها الطريقة التحضير بتختلف على حسب الانبوب اللي احنا بنحضر فيه العينة نفسها فيه نبيب رخيصة جدا دي اكنك ما عملتش اي حاجة مجرد ان انا بحقن الدم اللي انا خدته منك بحنقولك تاني زي ما هو بالضبط ما فيش فيه اي تغيير خالص فيه نبيب تانية بتزود الصفايح الدموية كل ما زودت الصفايح الدموية في العينة اللي انا بحقنها لك دي كل ما بتدي نتائج حلوة جدا وبتديك دي ده اللي هي المسالية يعني الادوات اللي بتستخدمها كمان لها تأثير كبير جدا في النتائج الانبوبة اللي احنا بنحل فيها البلازمة دي وبنحضر في العينة فيها اسعار كبيرة جدا وفيها نوايات كتيرة جدا فمش معنى ان انتي جيتي مثلا عين ويقولك البلازمة ما جيبتش معينة نتيجة يبقى هو الكلام بتاعه هو عمل بلازمة اه فعلت بس انتي ما تعرفيش البلازمة دي تحضرت ازاي الانبوبة اللي استخدم في التحضير ده بيزود صفاحة دوانية لقد ايه ممكن يكون عمل فيه انا بيب تمانها جنيه واحد دي طبعا ما تدركيش اي حاجة الدم باخده منك بحنهولك بس في صورة تانية دي ما تدركيش اي نتيجة لكن البلازمة لو اتعاملت بطريقة سليمة وصح بتدي نتائج حلو قوي صح ويمكن انت لفت انتباه للنقطة انه كل تفصيلة في اي تقنية بنعملها بتفرق في النتيجة طبعا يعني الادوات المستخدمة الدكتور نفسه ايده حاجات كتير جدا بتفرق يعني في الكواليتي بتاعت الحاجة اللي بتتحقن ايه لانه فيه خمسين الف حاجة دلوقتي فلازم انا بقى عارفة ايه اللي بتحقلي ونوعه ايه ومتصنع فين ودائما تسأل على الحاجة اللي انت بتاخدها يعني مش مجارع انت رحت مكان وخلاص الدكتور قالك كلمة لا انت لازم تسأل انت بتحطي ايه في جسمك لازم ما اسأل على النوعية الفلر اللي انا بستخدمه لازم ما اسأل على انت بتحضر لي البلازمة دي بايه ده لازم الشخص اللي جاي يبقى عارف المعلومات دي كلها طب خليني اتكلم على الحاجة مهمة قبل ما فكرتنا تخلص ويمكن احنا معظم الناس بتعاني منها دلوقتي في الصيف والشمس والهو والبحر تصبغات الجلد بمختلف اشكالها بقى بقع نمش كلف ايه تاني اثار حبوب كتير كتير قوي عملوا ايه؟ طبعا هي دي مشكلة الصيف حاليا دلوقتي معظم الناس جايين بالحروق ديات او بتغيير في شكل الجلد نتيجة انه تعرض للشمس فترات طويلة من غير ما يستخدم سونسكرين والحاجات دي ده برضو من تأثير البيئة او الفاصل احنا فيه علينا فيه ناس بتفضل قاعدة في الشمس او بتخرج في الشمس فترات طويلة جدا من غير مثلا ما تستخدم واقي الشمس ويجي ان هو الجلد صبغ وحاجات دي ده طبيعي جدا لان الخلايا بتاعت الجلد بتمتص اشات الشمس فيزداد اللون بتاعها بيزيد فتبتدت حصل تصبغات فيه ناس بيستخدم ادوية معينة من غير ما تكون مثلا عارفة الاضرار بتاعتها ادوية دي بتعمل تصبغات في الجلد فيه ناس استخدمت كريمات بطريقة معينة مثلا احنا بنقول له مثلا استخدم الكريم ده نصف ساعة هو يسيبوا الليل كله يزود يعمل تصبغات في الجلد فيه ناس مثلا في الحملة والحاجات دي بيعمل تصبغات في الجلد يعني ميت سبب وسبب لتصبغات الفكرة بقى في الحلول بتاعتها احنا ممكن بنعمل تأشير ممكن نعمل جلسات بلازمة كل الحاجات دي بتشيل تصبغات وممكن نعمل تأشير الليزر بيشيل تصبغات بس احنا بنعمل بنقول دايما ايه ان احنا مش عملنا مش شلنا الصبغة خلاص انت كده نرجع ونعمل اللي كنت نعمله تاني ونحفص لا تلو ما حفصتش ورجعت لنفس الكلام هترجع لك تصبغات فلا احنا بنعمل جلسات يعني جلسات ايه بس سريعا عشان نبقى معرفين نعمل جلسات بلازما جلسات تأشير جلسات ليزر كل الحاجات دي بتفتح البشرة كل واحد على حسب الحالة نفسها على حسب نوعية التصبغات ودرجة اللون بتاعت الجلد لان درجة اللون دي بتختلف على حسب العلاج بيختلف على حسب درجة اللون بتاعت الشخص نفسه في ناس ما ينفعلهاش مثلا نعمل تأشير في ناس ما ينفعلهاش نستخدم ليزر فيبقى كل واحد على حسب الحالة بتاعته احنا فكرتنا خلصة بس انا عاوزة قبل ما ختم اقول حاجة كده يمكن شفتها بنفسي معلومة كده على الماشي يعني يا دكتور يشام محدش ابدا يحط اي نوع من انواع البرفانات ويطلع في الشمس محدش ياكل حاجة عليها اللمون ويحط ايده على وشه لانها بتعمل حروق كثير جدا ممكن انا شفت الدفقة في مادة حميدية احد الاصدقاء يعني بعيدوا عن اللمون والبرفانات خالص وانتوا خارجين على البحر او في الشمس انا مشكولك دكتور هشام على وجودك معايا ضيفي العزيز دكتور هشام شعبان هنروح لفاصل بعد الفاصل فقرة ماسي ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو اصغر شكليا عشر سنوات ماسي دورو جولد يحتوي على ستة وخمسين عنصر اهمهم الدهب الخام عيار تلاتة وعشرين والكافيار والكولاجن والهايلورونيك اساد والسيرامايد المعروفة بقدرتها على اعادة شباب البشرة ماسي دورو جولد مناسب للرقال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومة دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير منتج إيطال الصنع ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنة بعشر سنوات من المرخص من الإمارات المرخص من المرخص من أقوى مرخص من حكومة وزارة ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطلي ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم غالف ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا فنسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جرو ما فيش شك أبدا أنه بشرتنا دي من الحاجات اللي غالية علينا جدا ودايما بنبقى عايزينها تبقى منورة وحلوة وما بتعنيش من أي مشاكل لأن هي أكيد أكيد لو فيها أي مشكلة ده هيأثر على شكلنا هيدي ناس إنا أكبر هيخلي نفسيتنا مش مبسوطة أو مش مرتاحة فلازم دايما نبحث عن كل ما هو جديد ونعرف إيه الجديد نعرف الناس بتتكلم الأيام دي عن إيه إيه الحاجة اللي مقتسحة الأيام دي إيه الحاجة اللي محققة نتائج كويسة جدا على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي يمكن يعني أكتر حاجة عاملة انتشار دلوقتي ما شاء الله وإكتساح شديد جدا هو ماسي دورو جولد اللي هنتكلم عنه النهاردة في فقرتنا دي مع ضفتي العزيزة اللي بسعد بلقاءها دكتور دينا نجيب أحد أعضاء الفريق الطبي لشركات ماسي فارو إزايك يا دكتور دينا عاملة إيه وحشتي وإنتي كمان والله الحمد لله يا دكتور دينا يعني الحقيقة الواحد لما بياخد أجازة شوه ويرجع يعني بيشوف قد إيه الناس اللي ملاش علاقة بأي حاجة يعني ناس ناس عادية جدا عارفة ماسي بيسألوا عن ماسي مش بس هنا في مصر لا ده في ناس بره كمان من الناس اللي عايشة بره عندها خبرة وإحنا بنشوفكو وإحنا عارفين ماسي وإحنا بنتفرج عليكو وإحنا جربنا إحنا لنا ناس اشترت ومبسوطين إحنا عايزين نجرب يعني عارفة بيبقى الحوار كده كله يا إما جربوا ومبسوطين يا إما عايزين يجربوا يا إما ليهم ناس تانية جربوا الفكرة بقى إنه كل الناس بتسأل سؤال هو صحيح يخلينا شكلنا أصغر عشر سنين من سننا هل ده مظبوط؟ صح إحنا الفكرة في ماسي دورو جولد هو إزاي نبدو أصغر عشر سنين دي حاجة بتفرق مع الناس كلها لإحنا مع تقدم العمر يعني بيبدأ يظهر عندنا تجعيد فالتجعيد دي أكتر حاجة بتقلقنا على فكرة كستات ورجال يعني برضو الرجالة ما يبصوا لنفسهم إيه ده أنا عجزت أو كده لا بيحصل لهم برضو يعني بيتدايقوا أيها طب فحلو جدا أن أنا طبعا أبتدي أن أنا أهتم ببشرتي في سن صغير قبل ما أنا يعني أقع في مشاكل بقى البشرة إيه التجعيد إيه الخطوط التعبيرية إيه التصبغات الجلدية إيه الهالات السودا فميسي دورو جولد يعني يومنا بيعالج كل المشاكل دي تماما يعني هو مش بس من مشكلة تجعيد خالص وهو الحلو في أن أنتو عملتو زي إيه سيكس أكشن زي بتوعهم مزبوط عملتو كذا حاجة حاجة واحدة بتعليكها يعني كذا مشكلة بالزلط حاجة واحدة هي اللي بتعليكها بالزلط إحنا طبعا هنتكلم باستفادة أكتر يعني أنه مثلا هو أساسا مايسي دورو جولد فيه 56 عنصر أي ف56 عنصر بيشتغلوا على كل مشاكل البشرة يعني مش سايبين حاجة في البشرة الزي ما قلت بتجعيد الخطوط التعبرية الهالات السودا كمان مثلا الكلف اللي بيحصل مثلا في فترة الحمل أو بعد الحمل اللي هي أثار حب الشباب فحتى إحنا كنا لسه عايزين نقول إن إحنا قد إيه النماسي حلو جدا أنا أستخدمه في سن صغير يعني مروش عمر معين يا دكتور الدين خالص هو من سن 18 سنة لإنماسي دورو جولد يعتبر منتج علاجي تجميلي ووقائي علاجي تجميلي ووقائي بالضبط طيب يعني حتى الصغيرين يقدروا يستخدموه كوقاية طبعا اللي ما عندهمش مشاكل هيستخدموه كحاجة تجميلية مصبوط اللي عنده مشكلة هيستخدموه كعلاج طبعا طبعا فهو يعني هو أكنه برودكت متكامل أقدر أي حد يقدر يستخدمه صغير كبير رجل سيدة أي حد يقدر يستخدمه وبدون أي مشاكل أو بدون أي أثار جانبية ممكن تظهر عليه ففكرة ميسي دورو جولد أنا ما بستخدمه من سن صغير السن الصغير ده مثلا ممكن اللي بيشتكي منه أو كده اللي هو مثلا أثار حب الشباب لأن احنا في سن المراهقة مثلا بيبتدي يظهر عندنا حبوب بعد ما بنعالج الحبوب دي بتبتدي تسيب أثار بنية بسيطة أو بقع بنية فميسي دورو جولد يقدر يشتغل على أثار حب الشباب يعني أنا بقولك دي مثلا البدايات دي أبسط حاجة ممكن يعمل دي أبسط حاجة ممكن يعمل الحاجة التانية مثلا إن إحنا مثلا البقع والتصبغات الجلدية والهالات السودة الهالات السودة طبعا الهالات السودة بتندرج يومنا تحت البقع والتصبغات لأن البقع والتصبغات والهالات السودة دي بتظهر عندنا نتيجة زيادة إفراز مادة الميلانين تمام تمام فإحنا الماسي دورو جولد طبعا من خلال الإنجريدينس اللي فيه بيقدر إن هو يقلل السبغة دي فبالتالي نرجع للون الطبيعي يخفي تماما كل العيوب اللي تبقى تحت العين سواء الانتفاخات أو الهالات السودة طيب هو تعرف بكريم الدهب مصبوط والدهب فيه يعني بسم الله ما شاء الله بكثافة شديدة جدا دي حقيقة الدهب بالتحديد بيعمل إيه يعني الدهب لوقتي الناس بره بتستخدمه في علاج مشاكل كبيرة يعني أمراض أمراض كبيرة جدا فأعتقد إنه شوية مشاكل في البشرة شوية تجايد وبتاع هيبقى يعني طبعا بيشتغل عليها هتختفي تماما هو طبعا ماسي دورو جولد طبعا إحنا خلاص بقينا معروفين كريم الدهب يعني خلاص ممكن إن الناس ما تبقاش حفظة اسمه بس حفظة أنه هو كريم الدهب فهو طبعا أكتر حاجة بتميز طبعا ماسي وطبعا بلاس الدهب فيه حاجات كتير بس الجولد بارتكلز إحنا بنعتمد على جولد بارتكلز يا يومنا مش بنعتمد على مي الدهب أو ماسك دهب أنا بعتمد على جزيئات دهب عيار 23 جزيئات الدهب دي بتشتغل إزاي؟ بتشتغل أول حاجة خالص أنا ما بتدي أحطها على وشي أولا هحس بلاسعة خفيفة أو بسخونية بسيطة دي بتبقى نتيجة تنشيط الدورة الدموية تنشيط الدورة الدموية ده معناه إن البشرة بتبتدي إن هي تستقبل كل الإنجريدينس بتاعة الكريم وتبتدي إنها تستفيد بيها تمام 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 دي حاجة الحدود بتحمر بالضبط كده بتحمر بتدي لون وردي كده أكنك حتى بلشر فدي حاجة برضو بتسعد الناس وحاجة كمان إن الجولد بارتكيلز تبقى باينة يعني بتبقى ملحوظة ملحوظة تبقى باينة على الوش بالضبط كده فدي حاجة تانية حاجة طبعا طب هو بيشتغل بصفة أولى على التجعيد لإن هو بيحفز إنتاج الكولوجين فتحفيز إنتاج الكولوجين ده بيساعد تماما على علاج التجعيد السطحية وكمان تأخر علامات التقدم في السن فدي حاجة كويسة جدا بالنسبة للجولد بارتكيلز الجولد بارتكيلز برضو بتشتغل على التفتيح بتشتغل على صبغة الميلانين إن هي بتقللها وبالتالي يرجع اللون البشرة للون الطبيعي يوحد لون البشرة تماما أي هالات سودا موجودة تحت العين يخفيها تماما أي أثار حب شباب يخفيها تماما ماسي للوش والرقبة صح؟ يعني اللي يستخدموا يستخدموا الرقبة ووشه مزبوش بس صحي كده حتى لو محجبة مزبوش كورابتك من أنت قاعدة في البيت يعني لازم بشكلك حلو برضو مزبوش فيه أوقات معينة يعني بينصح الاستخداموا فيها؟ هو ماسي دورو جولد هو حتى مكتوب على علبة يمنا هو مورنينج أند إيفنينج يعني الصبح وبالليل بس الناس فيه مثلا الناس بتفضل إن هي تحطه مرة واحدة بس فيفضل إن هو استخدامه بس بالليل لأن سرعة استجابة البشرة بتبقى أعلى وبستفيد منه تماما فأنا لو عايز أستخدامه لو أنا مثلا مش بنزل الصبح أو مش مثلا أنا قاعدة في البيت حلو إن أنا كفاية قوي إن أنا أحطه مرة بس بالليل لو أنا عايز أنزل لو بنزل الصبح حلو برضو إن أنا أحطه الصبح لأنه فيه عامل وقاية من الشمس اللي هي مادة اسمها تيتانيوم دايكسايد دي بتساعد إن هي تحمينا من أشعة الشمس الضار طب هو سان بلوك أخبروا إيه معي؟ يعني بنحط الاتنين ولا بس كفاية؟ هو كافي هو كافي جدا أن أنا أستخدمه من غير سان بلوك يعني أنا حتى هو السان بلوك استغنيت عنه ده حلو جدا ما بقولك أنت استغنيت كثير أنا تتكلم عنها بس إحنا عايزين نقول لسيدة المشاهدين إنه ما نسي منتج مرخص من كذا جهة مش من جهة واحدة ويمكن هنشوف الترخيص على الشاشة دلوقتي ودكتورة دينا هتقول لنا الترخيص منين خلينا نستعرضها على الشاشة وطبعا إحنا بننصح أي حد ما يستخدمش أي حاجة إلا ما يكون عندها ترخيص من جهة واحدة على الأقل ماسي تلب جهات صح؟ مظبوط طبعا اللي هيخليني يبقى عندي ثقة في المنتج إنه يبقى مرخص مش هينفعني أنا أستخدم أي منتج كده وخلاص فطبعا ماسي دورو جولدو مرخص من وزارة الصحة المصرية ويعتبر ده حاجة كافية جدا إن أنا أستعمل برودكت بشكل آمن بس ماسي دورو جولدو مش بس مرخص من وزارة الصحة المصرية ومرخص من حكومة دبي الإمارات ومرخص من دول الاتحاد الأوروبي فتلت جهات مختلفة قدروا إن هم بيعملوا زي ما بنقول كده يعني بياخدوا عبوات عشوائية يومنا بيبتدوا يحللوها ويشوفوا إن هي مطابقة للمواصفات ولا لا فكل الجهات دي طبعا أقرت إن هو مطابق للمواصفات إن هو بيعالج كل المشاكل إحنا تكلمنا عليها التجعيد، الهالات السودة، البقع وتصبغات كل ده بشكل آمن جدا وبدون أي أثار جانبك طيب، عندنا تقرير؟ نروح لتقرير يا جماعة؟ يلا بينا ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً عشر سنوات ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم ماسي دورو جولد يحتوي على ستة وخمسين عنصر أهمهم الدهب الخام، عيار تلاتة وعشرين، والكافيار، والكولاجين، والهايلورونيك أساد، والسيرامايد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل Strback كافيار كولاجين، السيرامايد، وهيلورونية either ماسي دورو جولد من أقوى مناسب للغالية والنساء ماسي دورو جولد من أقوى مناسب جميع أنواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة المدينة على مبدا empreixe استحض潤 Chair ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير منتق إيطالي الصنع ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنة بعشر سنوات من الأولى من المستحضرات دورو جولد ستظهر مرحباً، صفحة وصفة ماسي دورو جولد أحد منتقات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إتري ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم جايف ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلاديلفيا بنسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتقات ماسي جروب دكتورة دينة يمكن شوفنا الفروع في التقرير وليكم فروع، يعني أنتم متواجدين، مش بس في مصر علشان الناس كتير قوي بتسأل وليلي الفروع بتاعتكو فين بالتحديد وإزاي الناس تقدر تتواصل معاكو أو تحصل على ماسي دورو جولد طبعاً ماسي دورو جولد هو منتج إيطاليا يومنا من إيتوزي فهو مقر الرئيسي للشركة هي ماسي فارم إيطالي موجود في إيطاليا عندنا كمان ماسي فارم إيجيبت هنا في مقرها بيبقى في القاهرة وعندنا كمان فارعين في دبي ماسي فارم جلف لمستحضرات التجميل في دبي الإمارات وماسي فارم جلف اللي هي مقرها في جبل علي برضو دبي الإمارات فده كده فارعين في دبي وإن شاء الله قريب قوي هيبقى في أمريكا بإذن الله هيبقى مقرها في فلادالفيا بإذن الله كويس جداً التواصل بقى بيكون معاكو إزاي أو الحصول على ماسي بيكون إزاي هو التواصل بيبقى من خلال الأرقام اللي بتبقى موجودة على الشاشة تبقى احنا عندنا أرقام خاصة بمحافظة القاهرة أو بمصر عموما وعندنا أرقام خاصة بدبي الإمارات وعندنا أرقام خاصة بجميع أنحاء العالم أي أرقام بتظهر على الشاشة أي حد هيتصل هيقدر أنه يتواصل معنا ويوصله المنتج على طول يعني طريقة الحصول عليه الطريقة الوحيدة هي من خلال الأرقام طب ليه مش مطروح في الماركتس أو في الأسواق أو في أي مكان بصي هو أولاً إحنا بس الفكرة أن إحنا هو يعني إحنا منعاً أي غش تجاري أو مثلاً يحصل أي مشكلة فبنتجنب المشاكل دي تماماً حلو أننا يبقى المنتج موجود في حيثها المصدر والوحيد ليه هو شركة ماسي فار إن أنا أوصله بشكل آمن جداً لأي عميل في أي مكان إحنا كمان عارفين إحنا بنوصل لكل محافظات مصري يعني إحنا ما بنقولش لأي محافظات لأ يعني ما عندناش أي مشكلة وحتى لو بعيد ما عندناش مشكلة العنوانت بناخده بالتوصيل بيوصل في أسرع وقت ممكن وفي تفاعل من المحافظات يعني علشان فكرة التجميل أو الجمال أو أن أشتري حاجة أزبط بها وشي أو جلدي في ناس أستغيرة ولا أنت مش عارفة إيه ولا عملي إيه الفكرة دي لسه موجودة ولا تلاشت بشكل كبير جداً وكل الستات بأتي عندها وعي وكل الستاتات عايزة تكون حلوة سواء كانت في السعيد ولا في اسكندرية ولا في المحافظة ولا 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 أو حتى بتنتمي لشريحة معينة مش شرطة تكون الشريحة مثلا أو الطبقة الاجتماعية من الناس الفكرة دي تلاشت بشكل كبير يا دكتورة تلاشت تماما يعني بجد والله تلاشت تماما احنا اصلا كتير جدا من المحافظات مثلا لو السعيد بيكلمونا كتير جدا وفيه برضو فكرة ان انا ايه خلاصا وصلنا ان احنا كل واحد عايز يهتم ببشرته كل واحد الفكرة على فكرة تعيد نبدو اصغر عشر سنين مأثرة جدا في الناس اللي هو انا بجد فعلا هحط ماسي دورو جولد هحس ان انا بشرتي بقى شكلها شبابي يعني ان انا بقى رجعت تاني زي ما كنت مثلا فدي فرقة معهم جدا وفعلا ماسي دورو جولد قدر ان هو يوصل للناس وقدر ان هو يحقق النتائج المطلوبة منه ان هو يخفي كل عيوب البشرة ان هو يعالج لكل مشاكل البشرة فطبعا لا ناس كتير من محافظات مختلفة خلاص بقى عندها الوعي ان هي لازم تهتم ببشرتها بنتسئل كتير جدا عليه وعايزة اقولك بس اتحكي على حاجة يعني ان هو مثلا ناس بتكلمني يعني ان هي عايزة تاخد ميسي دورو جولد هي عايزة تتجوز مثلا بكتير او الله يعني هي حسن هو مثلا هيفرق معيها بشكلها فحسن هي عايزة تبقى زهرة بشكل كويس بمظهر كويس ان هي البشرة على فكرة هي عنوان البني ادم يعني احنا بننصح اي واحدة دخل على مشروع خطوبة كده حد متكلم عليها حد في يعني حاجة تستخدم ميسي دورو جولد يعني وهيفرق معها تماما هيفرق معها وهتحس فعلا بفرق كبير هل بيتعارض بقى مع الميكب في ناس تحب الميكب قوي طبعا غوية ميكب يعني فهو بيتعارض مع موضوع الميكب ده هو لا يتعارض تماما مع الميكب بالعكس انا ممكن يعني ماسي يعتبر كبنستخدمه كبروتكتف ليير يعني لكنها طبقة حماية او طبقة وقاية فبيبقى اكنه بمثابة مادة او طبقة عزلة ما بين بشرتي وما بين الميكب اللي انا بحطه فحلو جدا ان انا استخدمه قبل الميكب بس افصل مثلا نص ساعة او حاجة وابتدي احط الميكب اللي انا عايزه وبعد فترة ان شاء الله يومنا ما تحتاجش اصلا ان هي ايه تحط ميكب يعني ولا تحتاج فيه ناس بتحط الميكب عشان هي مضطرة اه طبعا او شغلها بيتطلب منها ان هي تحط الميكب فالناس اللي مضطرة دي بتبقى عايزة اي حاجة علشان تتخلص من لعنة الميكب اللي مضطردها يعني يعني الناس على فكرة اللي هي فعلا في شغلها على طول مثلا لازم تحط ميكب تلاقيهم بره الحياة دي او بره الحياة عملية مفيش نقطة ولا نقطة يعني هم اساسا بيبقوا زهقانين بيبقى عايزين انا نفسي احس ان انا اخرج الشارع وانا بشرتي مش عليها حاجة ايوة اريحها حتى اريحها بالضبط عشان كده فعلا فيه طبقة كبيرة جدا يعني وهي خارجة بره ويمكن حتى يمكن اكترهم الناس اللي بتشتغل في الميديا او في الفن او كده بره الشغل بينسوا تماما معظم الناس دي ما بتحطش خالص خالص ده بيبقى حقيقي لانه بيبقى مش معقولة كمان وانا خارجة اعمل شابنج ولا وانا خارجة رايحة زيارات عائلية ولا رايحة اشتري حاجات من السوبر ماركت ولا رايحة مش عايزة ححط ميكب كمان لا مش طريقة دي لو سعاد بتبقى انت عايزة تشوفي نفسك طبعا ايا نوع يعني خلاص مش عايزة تشوفي حاجة على وشك عايزة تحس ان انت لما بيبصي في المراية وانت وشك من غير ميكب ان انت حلوة صح يعني ان انت بشرتك هلسي فعلا بمعنى الكلمة ان انت وشك اكنو بيتنفس وده مش هيتحقق الا لو استخدمنا بقى الحاجات اللي تساعدنا طبعا ان احنا يبقى عندنا الجرأة ان احنا نخرج من غير ميكب خالص طبعا يعني باحترم جدا الناس بصراحة اللي بتخرج من غير ميكب في الايام العادية بس ده ما بيجيش بالسهل لازم انا بشرتك تبقى حلوة ما انا بشرتك بشتبقى كلها بيزة وهيبقى عند الجرأة ان انا يعني اطلع من غير ميكب هيبقى سعب صح كده هيبقى سعب عليك فماسي بيساعدنا بقى في الموضوع ده جدا لان ميسي خلاص بيخليني انا باستخدم برودكت واحد هي علبة واحدة 120 ميلي بتغنيني بقى عن السان بلوك اللي هو اول حاجة مثلا ممكن بحطها الصبح عشان اتجنب اشعة الشمس الكريم اللي هو او السيرم اللي تحت العين الهالات السوداء كريم التجعيد كريم التفتيح كريم مثلا هو يضيع لي او يوحد لي لون البشرة فكل ده المجموعة الكئيبة اللي كنا اللي هو انا ممكن انا استخدم واحد زي يومنا والتاني انساء اه اه لو استخدمت واحد هكسل عن التاني طب مش هنساء هكسل لان انا استخدم التاني فانا بوفر دلوقتي ان على اي مثلا كاستمر ان هو هيستخدم ماسي دوره جولد هيستخدمه الصبح وبالليل وممكن يكتفي بس ان هو يستخدمه بالليل هيغني تماما عن اي استخدام الكريم تاني وهيشوف فعلا النتيجة في خلال ست شهور قد ايه فعلا بشرته استجابت لي وفرق معاه فعلا وازاي فعلا مثلا الخطوط التعبيرية البسيطة التجعيد البسيطة ان هو ساعد ان هو يشد الوش شوية فلا نتائجه فعلا هايلة والحمد لله الفيدباك بتاعه فعلا الحمد لله يا رب العالمين هايل طيب الناس اللي برضو مش عجزين ينساهم اللي هما ايه بيحقنوا بوتوكس وفلر وغويين ومش عارف ايه وفي ناس تحقن وتقولك مش عجز حقن تاني وفي ناس اصلا يعني في دماغها تحقن بس هي قلقانة وفي ناس بتخاف وفي ناس بتخاف مثلا وفي ناس حقنت وعاوزة تبقى فيه حاجة تعمل سابورت شوية للموضوع الحقن في الشريحة دي كبيرة هل بقى بيتعارض مع الناس دي ولا ايه تمام هو ماسي دورو جولد اولا لو كمنا الانجريدينس بتاعته هنلاقي ان هو فيه مادة الفيلر اللي هي الهايلورانيك أسد دي المادة اصلا اللي بتتحقن لما انا عايزة اقول للدكتور ان عايزة احقن فيلر هو بيحقن الهايلورانيك أسد فانا ماسي دورو جولد فيه المادة دي فانا كل يوم انا بدي البشرة هيلورانيك أسد لو انا مثلا انا من الناس اللي مش حابب ان انا اعمل فيلر وبوتوكس تمام لو انا عندي بس التجعيد سطحية او خطوط التعبريات البسيطة كافي جدا ان انا استعمل ماسي دورو جولد تمام طب انا متعودة ان انا لازم احقن فيلر او بوتوكس بالعكس انا مع استخدامي الماسي دورو جولد هيعزز نتيجة الفلر او البوتوكس اللي انا حقنان يعني بدل ما بيقعد معي مثلا الفلر ست شهور يقعد فترة اطول من ست شهور بعد استخدامي من الماسي دورو جولد كويس يعني هو بيطول المدة بيطول المدة يعزز تأثير الفلر او البوتوكس اللي انا حقنان فحلو جدا ان انا استخدامه انتي عارفك انواع البشرة ده باhad رجأة열 في الناس كتير واللي تقولك樂 بشرتي هي دهنية هيعمل ايه؟ عايزة عناية خاصة ولي تقولك إيه طب Bamufi kwij67 ولي معرفش عندي جهة جفة وجه دهني يعني بتلاقي البشرة الحساسة كل الناس بقت بشرتها حساسة ليون دولشها عارفة هي تقولك؟ 2- انا بشرتي حساسة جدا و 240- أنا انا مش عارفة لا بشرتي حساسة بيTh tä David Tack نحن مش كلنا يعني استجابة البشرة بتاعتني مش كلنا زي gemacht. هو طبعا فيو بشرة حساسة هو هي الفكرة بالأ album. بس مش كلي الناس كده عمالا تقول انا بشريتي حساسة. لكني قلت بشريتي مAYH dutiese 으 backed. Ouais هي الفكرة ان انا انا قلت بشريتي تبقى حساسة من ماده معينة اه يعني هي هي دي الفكرة ان انا عندي حساسية من ماده معينة يعني الناس باسلا ليومaconش المانجا عندهم حساسة من المانجا لان هاي نتاكولش الفراولة نفسي الموضوع بيبقى في الانجريدينس تاعة الكريم عندي ان انا ممكن يظهر عندي حساسية من انجريدينس معين فهي دي الفكرة ان انا ما حد يجي يقولك السنة بشرتي حساسة هي مثلا حطت كريم فضيقت منه او حاسن ان هو ما جابش نتيجة معها بس احنا في ميسي دورو جولد الموضوع اختلف معنا تماما ليه? لان احنا حافظنا ان هو ينفع لكل انواع البشرة انتوا جربتوا على جميع انواع البشرة بالضبط كده بالضبط اولا مثلا لو كلمنا عن البشرة الدهنية البشرة الدهنية احنا عامنين ماسي دورو جولد بطريقة اسمها النانو تيكنولوجي فالنانو تيكنولوجي دي بتخلي جزيئات الكريم عندنا صغيرة جدا فيمتص بسرعة فما يسيبش اي اثار دهنية ولا اي اثار زيتاء بالنسبة للبشرة الجافة ماسي دورو جولد فيه عناصر ترتيب عالية جدا واهمها الكافيار والسيرامايدز المادتين دول مهمين جدا احنا بكلماش عن الكافيار ده الكافيار ده الواحده قصة بالضبط قصة كبيرة ده بره بيعملوا قلبان عن موضوع الكافيار ده انا بقولك فالكافيار والسيرامايدز المادتين دول مهمين جدا جدا يا يومنا في الترتيب انهم بيخلوا البشرة تحتفظ بالمية فبالتالي ده يأخلي تماما ظهور علامات التقدم في السن واللي هي التجعيد اللي بتظهر معنا مع تقدم العمر فدي انا برضو حافظت ان ازاي ماسي دورو جولد قدرت استخدمه مع البشرة الجافة البشرة الحساسة البشرة الحساسة برضو ماسي دورو جولد فيه عناصر مضاد للالتهاب كتير جدا ومنها برضو الكافيار يعتبر مضاد للالتهابات فاي حد بيحطه الحمد لله ما بيحصلش اي التهاب او اي مشكلة فانا هو انا نفعت كل انواع البشرة يعني انتم رعيين في المكونات انه هو يكون مناسب لجميع انواع البشرة طب الالوان الالوان بقى ما احنا دلوقتي يعني الصمرة لها مشاكلها والفتحة لها مشاكلها والصمرة عايزة تبقى فقط تفتحها شوية والبيضة بتلاقي عندها يطلع لها نمش ويطلع لها مش عارفة ايه يعني الالوان دي بقى التركيبة الالوان دي راعتوها ازاي برضو الفكرة ان ماسي دورو جولد هو يصلح ليه جميع الوان البشرة وانواع البشرة البشرة الفتحة البشرة الغمقة البشرة اللي هي الامحية كل واحد ماسي دورو جولد بيدي اللوك بتاعه ما بيختلق ما فيش اختلاف ما فيش اختلاف يومنا ان انا مثلا بشرتي صمرة وما ينفعش استخدم ماسي بالعكس انا بتكلم يعني بشرتي صمرة انا ربنا خلقني صمرة يعني بشرتي حلوة لو انا عندي عيوب مثلا عندي هلات سودة عندي تجعيد ماسي هيعلج هلي 100% خلاص مفيش مشكلة انا بشرتي فتحة وعندي بعض مثلا اللي هي الاصار البنية أو عندي بقع وتصبغات ماسي دورو جولد باستخدامه لمدة 6 شهور يبتدي وحدلي لون بشرتي تماما البشرة الامحية البشرة الامحية مثلا بتشتكي انها عندها واحدة عندها كلف بعد في خلال 6 شهور لو استخدمت ماسي هيخلي البقع البني اللي هي الكلف تختفي معاها تماما طب لو واحدة اغمقت بشكل يعني وشها كله غمق مثلا تشتغل في شمس بقى خست حصل لها اي حاجة دي ممكن تفتح يعني دي ممكن ترجع تفتح تاني بالضبط بالضبط لان هي هي اختلف في لونها عارفة لو مثلا الكلامة مثلا عن محجبات مثلا اكتر الناس اللي هتلاقي فعلا الفرق ده واضح يعني ان هما مثلا خضدهم في فرق عن جوه فده معناهم ان هما اللون بتاعهم اختلف او اسمروا لا لو استخدموا ماسي دورو جولد يرجع تاني واحد لون البشرة ويرجعها للون الاصلي طيب الرجال برضو ليهم طبعا حظ ولا ايه لا طبعا ليهم حظ ولا بوسي فعلا بجد ميسي يعني ايه ما بيميزش حظ يقولك دايما جلد الرجالي مختلف عن الجلد النسائي شوية هو سميك شوية بس برضو لا هو فعلا انا زي ما بقولك ميسي ما بيفرقش بين حد ما بيميزش ما بين حد رجل او ست كلنا بنعاني من نفس المشاكل الراجل مثلا مع تقدم العمر بيظهر علامات التقدم في السن مع نزوله في الشمس بيبتدي يظهر عنده بقع وتصبغات وعلى فكرة احنا فعلا رجال كتير بيكلمونا وبيعايزين فعلا اللي هو عندهم مشاكل في بشرتهم وعايزين يعالجوها زيهم زي السيدة هي الفكرة بس ان احنا الستات هي يعني كيرنج على الموضوع البشرة والجمال والمظاهر اكتر بس فيه رجالة طبعا وفيه شريحة جبيرة جدا بيبتدون هم يهتموا بالموضوع ده وعايزين يعالجو نفسهم فطبعا ماسي ما نسيش حد ماسي بيعالج اي نوع بشرة واي لون بشرة وسواء ست او راجل احنا عايزين نقول قبل ما نختم انه هو بتحط لو تحطته بالليل ما تخسلهوش لا لا نوع عادي تصح الصبح تخسلهوش مظبوط صحي كده؟ حتى لو انا هحطه مثلا بالليل وعايز اصحى صلي الفجر هو اتشرب تماما يومنا يعني يتوضه ويصله عادي ما فيش اي مشكلة بس ان انا افصل مثلا يبقى ساعتين تلاتة تمام انا بشكرك دكتورة دينا على وجودك معي النهاردة ضفتي العزيزة دكتورة دينا نجيب احنا حلقتنا خلصت وفقراتنا خلصت بنقابلكو يوميا الساعة تلاتة عصرا والقاعدة بتكون تاني يوم تمانية صباحا اي حد عنده سؤال او استفسار يقدر يبعته لي من خلال صفحتي الشخصية اللي هتزهر لحضراتكو على الشاشة دلوقتي اتمنى دايما ان نكون ضيوف خفافة على حضراتكو اشوفكو بكرا ان شاء الله وانتوا في احسن صحة وفي احسن حال كنتوا معاكم يومنا طولان السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة